كابتن عمر عبدالله إلا معاها كابتن مصطفى عبدو ولا عكس صحيح لأن دولاً كانوا أعمدة من أعمدة منتخبنا القومي العالي كابتن عمر عبدالله مهما أتكلم ما ينفعش أتكلم لأن شهادتي مجروحة فيه إنما كل اللي يقال عنه عمر عبدالله هو غزل المحل بنا أديله الصحة ويبلغه السعادة ويجزيه على اللي أداه لغزل المحل لأن إحنا ما عملناش غزل المحل إحنا عملنا المحلة مدينة المحلة لأن غزل المحلة كان لوحده قلعت صناعة عالية جداً بتعمل نفسها بنفسها لأن ما إحنا وقفنا جنباً إلى جنب وعشنا في الخارج وعشنا بصولاتنا وجرينا ومبارياتنا الخارجية للدعاية الكاملة لغزل المحل فإذا اتكلمت مهما اتكلمت ده كان أصر ما بعده عصر بالنسبة لغزل المحلة كلهم أخوة كنا على قلب رجل واحد كلنا بأنزبولة حضرتك أسرة واحدة الكابتون عمر عبدالله بيته يبدو يبعد عن الملعب هنا ستمائة سبعمائة متر أنا خمسمائة متر كلنا كنا من إيه؟ من المحلة فكنانا أسرة واحدة ده بالنسبة للإيه؟ للأخوة أما بالنسبة للكابتون عمر عبدالله وأداءه في الملعب فكانت الناس بتيجي تتفرج تشوف السهم اللي بيجري ده إيه؟ وكانت زمان الكورة أهم ما فيها اللعبة على الجناحين فدي كان التكتج عالي جدا على مستوى العالمي إنه يجري من خط برة ويرفع الكورة بالعرض يقبلها الكابتون عماشا يقبلها الكابتون عبدالدايم يقبلها أنا القطف الشناوي أي حدي بيكمل على المرمى فكانت كابتون عمر عبدالله مجرد ما تجيله الكورة إنسى إن فيه لاعب يقدر ياخدها منه من قوة السرعة الله يعينه والله يدله الصحة وكفاه الجاري اللي هو جراه فكويس أو الحمد لله المهاردة نحنا نشوفه بصحة جيدة كابتون عمر عمل وهو طبعا جاب بهدف تحقيق البطولة الوحيدة اللي خدناها اللي هي بطولة الدوري وده كان إنجاز كبير لغزل المحلة أما تحولاته في منتخب مصر كابتون عمر الوحيد اللي كان اللي لعب من ناحية الرايت على الناحية الليفت يعني كانوا بيستعينوا به وينجي ليفت مش وينجي رايت فلعب على الاتنين وقبل بلاء حسن وكان السرعة بتاعته إنت ما تتكاهلهاش إنت ما تيجي تسجل معادي الوقت تقوله إنت اللي كنت بتيجري هيقولك إنت ما كنتش تشوفني وأنا بجري كان هو وكابتن عبدالحيح قليل الله يرحمه ويخفر لهم إن شاء الله بقى إنت اللي قاعدين كنت تبتيجري الجاري ده هاتولي إني كابتن طريق السياجي هو طريق السياجي طبعا من ده جارك ها من لعبك كويس جارك طبعا في السبع بنات برضو صح صح معي طريق السياجي يمكن كان اللي طلع عليه إنه هو عشان أخو محمد السياجي فهو جهلاء المقولة دي غرض طريق السياجي كان لعب كويس وكان يستهل فعلا يلعب في غاز المحل وكان من الأعمدة بعد لأن مهرس جات له إصابة فبطل فبقى هو يعتبر من أساسيات وسط ملعب في نال غاز المحل كان هو ومرعي ما كانش بلعب مجاملة عشان خطي السياجي لا 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 كان حد بيقول لكن هي طبعا الكلام ده مش مزدوك لا لا كان الناس بتسنبق سيما بقى هو كان من الناس برضو اللي بتغصنني كويس لجون طارق كان عنده رؤية كويسة للملعب كان لعب كويس فعلا بجد